في قصة عجيبة كيف انه الرب يعني مدح بالعهد القديم في مدح للمرأة الشنامية كانت ايمانها عظيم جدا وفي العهد الجديد الرب مدح المرأة الكنعانية شعب كنعان كان ملعون وبيتكلم عنها انها سورية فنقية يعني وكانت تسكن في صوره صيداء في نفس المنطقة وين كانت ايزابيل الشريرة اللي قدمت عبادة البعل مشان هيك كان في اماكن عبادات وذبائح للشياطين وابنتها كان مسكون فيها شطانه اجت وتوسلت ليسوع ابن داود ان يرحمها وفعلا الرب مدح ايمان عظيم ايمانك ورب بكلمة شفى بنتها من مسافي ورجعت وابنتها تحررت من الشيطان تخيل انه الكنعان يعني يعتبر شعب ملعون ولكن في برنامج يسوع ما فيش لعني حول اللعن الى بركة وفي قصة كمان يعني غريبة طبعا بالنسبة للشعب المعاصر في ايام المسيح في لوقة 21 بيتكلم انه فراء الاغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة ورأى ايضا ارملة مسكينة القت هناك في السين يعني السعر بالزبط ارغيف خبز توكل ارغيف الخبز وخلاص فقال بالحق اقول لكم ان هذه الارملة الفقيرة القت اكثر من الجميع لان هؤلاء من فضلتهم القوا في قرابين الله واما هذه فلاحظ فمن اعوازها القت كل المعيشة التي عندها يعني في العادات تعرفوا لما بيبنوا مجمع او بيبنوا كنيسة او حتى في ايامنا بيبنوا مسجد تيجي الناس بتنهال في العطايا النساء تخلع الذهب وبتحط في القرابين ولكن يعني جيسوس was not impressed يعني ما كانش الامر يبهر المسيح لانه بالحقيقة هؤلاء اغنياء فالقوا يعني من الفضلة يعني عندهم كتير ولكن الارملة القت كل ما عندها لانه كان رجاءها في الله فاحنا بنحكي عن يسوع انه ولتشامبيون للعدالة الاجتماعية في المجتمع في تلك الايام لا ينظر لتقدمة هذه المرأة بسيطة يمكن يسخروا منها ولكن لمست قلب يسوع وحركت مشاعره ومدح هذه الامرأة اللي ألقت كل رجاءها على الرب لانه الفكرة مش كم بتعطي كم يبقى في الجيبة مش نقود من حديد ولكن نقود فعلا الاكثر من الحديد تعطي قلبك وحياتك كما يقول رسول بولوس أعطوا أنفسهم أولا اشتركوا في القناة